فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وفي هذا الباب قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أميت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولواق فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه نعم أول الآية قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود أحبار اليهود وعلماء اليهود يفرحون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا في المؤمنين منهم في المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب وقال الله جل وعلا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع وقال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فالله لا يظلم أحدا بل هو العدل سبحانه وتعالى الحكم العدل لا يجحد أهل الفضل ولذلك لم يذم بني إسرائيل ولم يذم أهل الكتاب على وجه العموم وإنما ذم الذين تركوا الحق وآمنوا بالباطل ورفضوا العلم وأخذوا بضده ونهان أن نتشبه بهم في ذلك ومن الأحزاب من ينكر بعضه من أحزابه للكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب فهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دعوه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإفراده بالدعاء وإليه المرجع سبحانه وتعالى فهذا هو الذي جاء به وإن كرهه بعض الأحزاب فإن ليس العذرة بالرغبات الناس وإنما العذرة بموافقة الحق هذه هي العذرة وإلا فقد يتبرم بعض الناس وخصوصا العلمة لأنها الكتابة العلم نعم فإن بعض العلمة قد يتبرمون من الحق لأنه يخالف أهواءهم فهذا تحذير لهذه الأمة ولعلمة هذه الأمة بالذات أنهم يكرهون شيئا من الحق أو ينكرون شيئا من الحق نعم من أجل مخالفة من يبغضون من يبغضونهم فهم لم ينكروا أن محمد على حق لكنهم أنكروه لم ينكروا أن محمد على حق من باب أنهم يجهلون هذا وإنما أنكروه من باب أنهم يعلمونه لكن أنكروه من باب الحسد ومن باب التكبر على الحق إليه أدعو وإليه ما وكذلك أنزلناه حكما عربيا أنزل الله جل وعلا هذا القرآن بلسان عربي وهذا الذي أثار وهيج اليهود لأنهم حسدوا هذه الأمة على هذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم بلسان عربي مبين وهم يريدون أن يكون الرسول ويكون الكتاب في اليهود ولا يريدون ما يود الذين كفروا منه الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فهم إنما حسدوا هذا الرسول وهذه الأمة العربية ثم قال لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله مولي ولا واق يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى فهذا تحذير لهذا النبي وتحذير لأمته من أن يتبع أهواء أهل الكتاب ورغبات أهل الكتاب أو غيرهم وإنما المطلوب اتباع الحق وأما أننا نرضي الناس فهذا لا يمكن أبدا لأن رضى الناس لا يمكن ليس كل الناس سيرضون عنك أبدا وليس المطلوب أنك ترضي الناس المطلوب أنك ترضي الله جل وعلا ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس ترجمة نانسي قنقر